ما القول الراجح شيخ صالح في الطالب إذا كان قد سافر للدراسة هل يجمع ويقصر طول مدة بعثته لا يجوز له أن يقصر ويجمع وهو مقيم إقامة طويلة للدراسة يعلم أنه سيقيم أشهرا أو سنوات هذا مقيم وليس مسافرا ولذلك يستأجر أو يبني سكنا له لأنه مقيم ويعلم أن الدراسة تستغرق وقتا طويلا فهو مقيم إقامة طويلة يعرف هذا والقصر والجمع إنما يجوزان للمسافر وهذا غير مسافر هذا مقيم وهذا مذهب جمهور أهل العلم وعلى المسلم أن يتمسك بدينه وأن لا يذهب مع الأقوال أو مع الرخص بل يتمسك بدينه ويحتاط لدينه ويترك الأقوال الشاذة والرخص التي قيلت من غير دليل هنالك ترجمة نانسي قنقر